اهلا بحضراتكم من جديد عزائي المشاهدين مبارح الزمالك كان في ضيافة الجونة في ملعبه في الجون مباراة الحقيقة كانت مهمة جدا للزمالك اللي عامل سلسلة من الانتصارات الجيدة خلال الفترة الماضية واللي يعني بدأ جماهيره او بدأت جماهيره وبتصق فيه انه ممكن نحقق الفوز حتى في اللحظات الاخيرة من اللقاء او البراس 90 زي مبيورو زمالك لعب المباراة عنده غيابات زي فرجاني وعنده اشرب بن شاري وطاري بن حمد دول اهم ثلاث غيابات من وجهة اه نظري لفريق نادي الزمالك وكانوا مؤثرين جدا فيه فرصتين مهمين جدا للزمالك في البداية من وجهة نظري اعتقد دي اختارهم تعملت حلوة اوي 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 ليه احمد فتوح من رؤى لكنه فتوح ما احسنش التصرف فيه هو نفسه صعبان عليه نفسه بعدين الكرة التانية الحقيقة اللي شكبالا الحقيقة بالعافية وهي دي وعملها بالعرض ممتازة بيمينه ليه اه اوباما كانت لازم تتوجه افضل من كده شوية لكن اسلام طارق حارس مرمى الجونة كان في الموعد اليوم صحيح ما جالوش اختبارات كتير لكن كل اللي جالو اه اتصرف فيه اه بشكل اكتر من رائع وشكل ما عندوش اخطاء يعني طول مباراة ما عندوش اخطاء الجونة الحقيقة كان ليه تواجد مش وحش يعني محاولات على استحياء لكنه بالمقارنة بين الزمالك والجونة بالدنيا كويسة بالنسبة لنادي الجونة وفضل الحقيقة فريق الجونة لفترة ليست بيئة القصيرة في اطار اه المنافسة في اللقاء دي العربي بدر كان واحد من افضل اللاعبين على فكرة الى ان تم طرد والحقيقة طرد صحيح لانه الانزار الاولاني اعترض بشكل غير لائق على اه اه الحكم وهنا هنا بيرمي نفسه يعني الحد الاولانية لو وقع ما فيش مشكلة التانية هنا فيه ادعاء السقوط وبالتالي كانت البطاقة الحمراء صفراء التانية ثم الحمراء وقرار صحيح جدا من الحكم محمود ناجي بصوا حضرتك هو هنا ماشي انت اه جريت حدش جينا حيط وبعدين هنا راح نايم طاير قدام اه اه لاعب نادي الزمالك احمد فتوح اه خلاص القرار والقانون واضح جدا انزار تاني الاول اعترض بدون داعي على الاطلاق تشويحة للحكم خد فيها انزار ودي التاني وجهت نظري انه تغيير الشيكابالا كانت تغييرها خاطئة هتقولي الشيكابالا ما قدرش لعب تساين ديها اولا مين لايلك ما قدرش لعب تساين ديها ثانيا نفترض انه ما قدرش لعب تساين ديها لكنه فرقة بتلعب نقصة قدامك وشيكابالا يتميز بالمهارة تميز بالتزديد تميز بالضربات السابقة لو عنده يعني حاجات كتيرة جدا ممكن يفيدك في الملعب انا شايف انه لا يعني كانش كابالا يستمر في الملعب وانت عندك خمس تغيرات مع فرقة نقصة واحد كانت ممكن الدنيا تبقى احسن بالنسبة له هو الراجل عنده دائما وابدا فكرة فيه الولاد الصغارين خاصة اسامة يعني فيصل وبدأ يعتمد على سيف جعفر خلال الفترة السابقة واحنا بنعرض لكم ملخص اللقاء انا مش شايف فيه فرص مؤكدة لنادي الزمالك دي الوحيدة اعتقد الجزيرة كان من الافضل اسامة فيصل حتى بيشاور له بقول انا موجود حط طالب العرض ودي اخطر فرصة من وجهة نظر وفيه بعدها فرصة يعني بص حضرك سبك بقى من سيف الجزيرة يركز مع اسامة قطعت الولد ممتازة وقطع وتقريبا خد الباك فضاره هنا تتعامل بالعرض بقى فرصة هدف الزمالك ما استغلش الزيادة العددية ليه دي اسهل الفرص وجهة نظر لكنه هنا التوفيق من عدمه يعني هنا سيف جعفر توفيق من عدمه كارترون ادار اللقاء من المدرجات وبيدفع تمام برضو اعتراضه الغير لائق والغير معتد منه في المباراة السابقة لا يوجد تسلل على الاطلاق وتصدلها بشكل جيد اسلام طارق ومتابعة كانت ممتازة من سيف فرق جعفر مفيش فرص اللي هي انفراد اللي هما كورتين اللي في الشوت الاول غير كده الزمالك الملعب حلو جدا على فكرة طبعا الهوى شوية في ملعب الجونة والجونة من الفرق اللي دمات قيل مع الفرق الكبرى يتلاقيه بيتعادل او بيكسب بيراميز بيتعادل مع الالف اخر ديها بيستاد القايرة بيتعادل مع الزمالك بياخد نقطة هو كان في اشد الاحتياج لها لانه رفع رصيده الى 31 نقطة من 25 مباراة في المركز ال 11 الى حد ما مطمئن نسبيا انتوا عارفين نقطة البقاء المؤكدة في الدورة هي 36 نقطة الله اعلم ايه اللي هيحصل لان البنك الاهلي 19 لكنه من 23 مباراة اسوان يعني عنده 3 نقاط خدهم قبل مباراة الاتحاد اللي اخسرها 24 بونت سعدوه شوية لكنه زايد مباراة عن البنك الاهلي صراع الهبوط صراع مدوئ صراع الهروب من الهبوط مش هاسمها بيتنافسه على الهبوط مش هاسمها بيتنافسه على الهبوط بيتنافسه للهروب من الهبوط زمالك بيفقد نقطتين ثمانتين لكنه محدش ابدا يطلع لك ايه اصل المدرب اهدى الدور الاهلي انت من 3 ام كنت بتقول الدوري خلاص بقى زمالك ولا تقدر تقول دوري اهلي ولا تقدر تقول دوري زمالك ولسه فيه مفاجآت بالجملة ولسه فيه نقاط هيخسرها الاهلي ولسه فيه نقاط هيخسرها الزمالك وخاصة ان هما الاتنين لعبوا بعض يعني بعد عمبارات المصري وطراع الجيش مع الزمالك والزمالك كسبهم الامال والطموحات زادت جدا عند الزمالكوية وبدأوا الاهلاوية الى وشوية قالك الماتشات الصعبة خلصت وخلصوا وماتشين الاهلي وماتشين بيرامدز هيخسر نقاط قدام مين او خسر نقطتين قدام الجونة الزمالكوية برضو عن بعضهم عندهم قالك الاهلي وفي الحالات الصعبة دي بيكسب حبيبي لسه فيه مطشط كتير قوي ولسه بقولك الاهلي هيخسر نقاط ولسه الزمالك هيخسر نقاط لسه حتى لو المحلة كسب الاهلي والزمالك يعني الامر ابسط مما تتخيل نبرد بقى الهجوم على الحكام يعني عمال على بطال انا شايفه بقى تنتهي يعني كل مدرب يخسر وكل مدرب يطرد له لعيب وكل مدرب اصل الحكم اصل مش الحكم الامر ده انا اعتقد بيبقى شوية اشتركوا في القناة